وينا بقى لازم نفهم ان الطريق ده مكتوب طريق الى الله سبحانه وتعالى مكتوب عليه من طلب النهاية لم يعرف البداية ففيه فناء لنفسك تتخلص منها ولما تتخلص من نفسك ما فيش انتكاس انت طول الوقت في بدايات فما فيش انتكاس عشان انت تنتكس ليه؟ لان انت ترد نفسك الى اصلي وهو اصل الافتقار الى الله سبحانه وتعالى فازاي هتنتكس وانت مفتقر الى الله الانتكاس هيجم الى ايش حاجة يلاقي عبد فقير امره على مولاه فلما يجي ينال منه مولاه اللي حاصل الله يدافع عن الذين امنوا فكل الانتكاس يذهب فانت مضعش ولكن اتجد نفسك ساعة ما تفتقر الى الله وتعرف انك بتعيش بسندك اللي هو مولاك سبحانه وتعالى الحل في التوازن بين الافتقار الشديد الى الله سبحانه وتعالى والتوكل الشديد على الله فالمتوكل مش بيخاف من حاجة حتى لو كانت فوات زمان العبادة لانه عارف ان الله سبحانه وتعالى معاه في كل زمان وفي كل مكان وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى الباقي معك ما ودعك ابدا ما ودعك ربك وما قاله فالمتوكل مكتوب على قلبه الباقي معك ما ودعك ابدا ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعيش بهذا المعنى بان الباقي معه ما ودعه وبيعيش بان ربنا سبحانه وتعالى والسند المعين في كل الاوقات فلي بيحزن عشان فرصة الأخيرة راحت ما فيش حاسمه فرصة أخيرة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الفرص فلي بيرب أولاده على التعلق بالفرصة الأخيرة وبيفاهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع إن المقصود به هو الفرصة الأخيرة ده فهم فاسد وده باب من الفساد العريض صلي صلاة مودع يعني اترك ما كنت فيه وسيجعلك الله مولودا جديدا صلي صلاة مودع وصم صم مودع وحج حج مودع بمعنى ودع ما كان منك لتستقبل ما كان منه سبحانه وتعالى وهو ده المعنى الصحيح مش معنى الفرصة الأخيرة ربنا سبحانه وتعالى حتى أنت لو كانت عندك فرصة أخيرة ربنا يخلق لك ما لا عين رأت من الفرص لأن الله سبحانه وتعالى أبدا لا يمنع معاملته عن عبيده ويطلب عبيده أن يقبلوا عليه قل يا عبادي الذين انصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله الدنيا واسعة والله سبحانه وتعالى ليست عندها فرصة أخيرة طبعا أنت هتقول للناس خليهم يتأهونوا في رمضان لا الضغط اللي انت عامله على الناس دي عشان تمشي في رمضان بيقولوا احنا مناش فايدة واحنا ما فيش مننا رجا فبيعملوا ايه؟ فبيفرطوا في رمضان لكن لما تفهموا أن ربنا سبحانه وتعالى يستقبلوا في كل حال يقبل على الله فالمعاملة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى مش مبنائها أبدا على الرصيد ولكن مبنائها على أننا يتفضل علينا الله سبحانه وتعالى رب العبيد عشان كده لازم نفهم أن احنا مش بنودع رمضان ولكن بنودعه في قلوبنا نودعه بمعنى أننا بنضعه في قلوبنا عشان يبقى حياة جديدة ويعني ايه؟ يعني أن هذا اللقاء سيظل علامة إلى لقاء إلى باب مفتوح للقاء فيفضل رمضان باب مفتوح للقاءنا بالله اللي كان في قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى مش عشان نفتكره لا عشان يبقى هو باب مفتوح على الله على الدوام وعشان كده كان أول ليلة في رمضان تفتح أبوه بالجنة عشان تتفتح أبوه بالجنة في قلوبنا وتفضل قلوبنا مفتوحة على الله اشتركوا في القناة